من اكتر الكلمات اللي احنا بنقولة في الانجلش كلمة ياس وكلمة نو تخيل بقى لو عرفت بدائل النهاردة لكلمة ياس وكلمة نو بدل ما تقول ياس نو ياس نو ياس نو حتبقت حاجة جامدة جدا. وده اللي انا جاي اعمله في الفيديو النهاردة. قبل ان يبدأ اي احدث يخلينا اقولك بس ان في كلمات تقدر تستخدمها مكان نو في اي موقف وفي كلمات تقدر تستخدمها مكان نو في مواقف معينة حقولك عليها. نخش بقى ع البدايل بتاعت نو لما بتحب ترفض عرض بس بالشياكة لما بتحب تقول لأ بس بالشياكة يعني اتخيل مثلا ان في واحد بيقولك ممكن اشيل معاك الشنطة لو انت عاوز او اساعدك في ان انا اشيل لك الشنطة وانت قلت له فجأة نو من غير اي حاجة منظرة مش شيك قوي هنتعلم بقى بدايل لو انت عاوز ما تبانش قليل الزوق او النجتبان مؤدب وانت بتقول لأ لما حد بيعرض عليك عرض البدايل دي هي وحاولت اقررها معايا خليني بقى اديك كده مثال مع بعض عشان ما انتهش خليني نقول ان انت في المحطة في الترين ستيشن وحدي بيسألك بالانجلش بيقولك انت محتاج مساعدة مع الشنطة بتاعتك تخيل لو قلت له نو هتبقى ليلي الزوق جدا لكن لو قلت له واحدة من البدايل اللي هي او غيرهم حتبان ان انت مش قليل الزوق واشيك بكتير لو عاوز بقى ترفض دعوة او ترفض انفتيشن وبرضو تبان مؤدب وانت بترفضها عندنا بديل لنور من قادة بالطرق انك تقول اي ويش اي كود اي ويش اي كود ياريتني اقدر اي ويش اي كود او تقول ام افريد اي كانت ام افريد اي كانت انا خايف اني مش هقدر او بطريقة عمية شوية لو cad بيعرض عليك الدعوة بصحبك ممكن تقول له خلينا نديك مثال برضو عشان تفهم مستر هاري ام جود ان يو توداي اي ام فيتن يو تو ماي ويدن بارت اي ويش اي كود لاو ربني ام افريد اي كانت علي انها مطلقة من قبل مطلقة ام اوت خلي بالك مش هنفرح يا جدع اال باس علي امي نفسها مش تالت نو وعنا بسميها الموقف اللي انت عاوز تقتم فيه عاوز تجيب من الاخر عاوز تقول نو وعاوز الشخص اللي اصادك دوت يعرف انه مش هيكرر الموضوع ده تاني ومش هيسألك السؤال ده تاني اول بديل نو واي هساي يعني مستحيل الكلام ده مش هيحصل عندنا كمان يور جوكين واي انت اكيد بتهزر اللي هو يعني بقول لك لأ ابا صرفان منك برضو يور جوكين واي انت اكيد بتهزر فورجادت انسى انسى فورجادت 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 عندنا كمان ولا بعد ميت سنة ولا بعد مليون سنة لأ مش هيحصل يعني ما تسألنش السؤال ده تاني مثال انت جايب عربية جديدة ودفع فيها دم قلبك واحد صاحبك جاي يطلبها منك وانت عاوز تديله وش من الاخر فعشان ما يسألش السؤال ده تاني ما عليك فانت هتقول له ايه هايقول لك مثلا ممكن استيلي في العربية بتاعتك فانت هترجم تديه الوش الجميل وتقول له ايه ولا بعد ميت سنة ما تسألنش السؤال ده تاني مش عاوزه يجي في دماغك انت اكيد بتهزر انت مش عارف انا دفع فيها كاما يلا انته بل او اخر حاجة معانا انسا اوكي انسا وخد البنسة كنا بنقولها زمان وحنا عياه الزغيرين اوكي لو الفيديو عجبك شير ان لايك كالعادة بارخي معليك معلش اخوك ويعني كده اوكي